مرحبا وكيف الحال؟ رغم وجود البوتاسيوم في معظم أطعامتنا واللي منستهلكها يوميا إلا أنه 70% من اللي عبوا الاستبيان عندهم مشاكل في أعراض مرتبطة في نقص البوتاسيوم ف30% من الناس ما عندهم أي مشاكل صحية وهذا جيد الله يضيم عليهم صحتهم بينما 25% من اللي عبوا الاستبيان بعانوا من مشكلة حموضة المعدة والارتجاع المريئي بالإضافة للانتفاخ والإمساك المستمر 19% آخرين عندهم مشكلة العطش المستمر وكثرة الذهاب للتبول في الحمام بالإضافة إلى الإرهاق وعدم القدرة على القيام بوظائفهم المعتادة أما 13% من الناس فهم مبتلون بالسكري وعندهم رغبة باستمرار في تناول السكريات وهذا منعكس على زيادة أوزانهم 13% المتبقيين عندهم ارتفاع في ضغط الدم والطرابات في عضلة القلب وخدران في الأطراف وتشنج في العضلات بحلقتنا اليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق في البوتاسيوم والأهم من ذلك مصادره الطبيعية اللي ممكن من خلالها ترفع كمية البوتاسيوم في جسمك وبسرعة بحلقتنا رح نجاوب عن أسئلة محورية ما هي المصادر البوتاسيوم من طعامك اليومي وكيف تحسبه بالإضافة أنه ما كمية لازم تستهلكها يوميا من البوتاسيوم حسب التوصيات الجديدة ولا تغيرت حديثا أضف إلى ذلك أنه ما هي أعراض نقص البوتاسيوم الممكن من خلالها تعرف أن البوتاسيوم هو الحل لاستهلاكه حتى تتخلص منها وأخيرا ما هو السبب اللي يخلك يصير عندك نقص بالبوتاسيوم حتى تتفاداه في المستقبل أو في الحاضر وخلينا في البداية أكيد نجاوب على حلقتنا في البداية هل أنت بتعاني من أعراض نقص البوتاسيوم وهل أنت من الناس اللي بيصير عندك نبط في شحمة الأذن وبتشتهي السكريات دائما اكتب التعليقات حتى نستفيد مع بعض لكن في البداية جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة لأنه في حلقتنا كلياتها تفاصيل يعد عنصر البوتاسيوم من أهم العناصر الغذائية لجسم الإنسان فهذا العنصر هو السوديوم المسؤول عن عملية تنظيم السوائل داخل جسمك واللي بمنع احتباس السوائل وبساعدك من التخلص من السوائل الزائدة من خلال الكلام وإي خلال في الكلام بيعمل احتباس السوائل بيأدي لزيادة وزنك أكيد هذا العنصر هو المسؤول عن عملية نقل السيال العصبي بين الأعصاب وبعضها ومن خلال مضخات السوديوم والبوتاسيوم الموجودة في كل خلايا جسم وهذه المضخات هي المسؤولة عن نقل الكلوكوز إلى داخل الخلايا ونقص هذا العنصر بيأدي للسكري مش بس هيك هذا العنصر هو المسؤول عن عملية انقباضه الخلوي للخلايا العضلية فنقصه بيأدي لمشاكل في عضلة القلب وفي حالات خاصة وقلقة ممكن تأدي للجلطات أضف إلى ذلك أن البوتاسيوم هو المسؤول عن عملية انقباض والانتصاب عند الرجال فهو مهم جدا للحياة جنسية الصحية للإنسان نهاية البوتاسيوم مسؤول عن عملية تنظيم حركة العضلات في الجهاز المأمعاء وعملية إفراز العصارة الهاضمة وحمض المعدة فنقصه بيأدي أكيد إلى الإمساك ونظرا لأهمية البوتاسيوم وجب على الرجال والسيدات استهلاك كميات ضخمة من البوتاسيوم فعلى الرجال الاستهلاك حسب الـ RDA 3400 ميلي جرام من البوتاسيوم يوميا بينما على السيدات استهلاك 2600 ميلي جرام من البوتاسيوم يوميا الزيادة فالحاجة لاستهلاكه للرجال أكثر من السيدات بعود لزيادة الكتلة العضلية عند الرجال بالإضافة إلى حاجة جنسية لعملية الانتصاب اللي بيحاجل كميات أكبر من البوتاسيوم اللي بدعم انتصاب العضلات أما إذا بدنا نسأل عن ما هي قمية البوتاسيوم اللي ممكن نحصلها بفحص الدم اللي بتمثل أنك إنسان طبيعي ما عندك مشاكل فهي من 3.6 ميلي مول إلى 5.2 ميلي مول لللتر الواحد من دمك هذا الفحص غير عملي حتى تعرف أنه عندك نقص بوتاسيوم بكل بساطة لما يكون عندك نقص حاد في البوتاسيوم بدل أنك في قسم الطوارئ في المستشفيات ف2.5 ميلي مول بير لتر من البوتاسيوم ممكن يؤدي إلى توقف عضلة القلب لا سمح الله وبما أنه معظم البوتاسيوم موجود بشكل عام داخل الخلايا والأنسجة فهذا بيترك الفحص المخبري فحص لا قيمة له إلا عند حالات الطوارئ لا سمح الله فبالتالي لازم نكون مركزين على معرفة ما هي الأعراض اللي ممكن نوصفها المرتبطة بنقص البوتاسيوم واللي ممكن من خلالها نقيم أنه عندك نقص في البوتاسيوم وهذا بيعطينا سؤال أنه ما هي أعراض نقص البوتاسيوم واللي أولها بكون كثرة العطش وكثرة التبول لما أنت يكون في عندك انخفاض في كمية البوتاسيوم في الدم معناته في عندك عجز في الكلا في عملية تركيز اليوريا وبالتالي عملية التبول أكتر وفقدان بوتاسيوم أكتر فكثرة التبول معناته جفاف وهذا بينعكس على زيادة الشعور بالعطش نقص الأملاح اللي رح يصير بسبب كثرة التبول رح يؤدي إلى فقدان القدرة على القيام بوظائفك العملية بسبب نقص إنتاج الطاقة عندك وهذا حينعكس على إرحاق دائم بالإضافة إلى رغبة بالنوم دائما ولأن البوتاسيوم ضروري وجوده في مضخات البوتاسيوم والصوديوم الموجودة في كل أنحاء الجسم فنقص الوجود هذا الأملاح معناته نقص دخول الكلوكوز إلى داخل الخلايا معناته ارتفاع في مقاومة الإنسولين هذا حيؤدي لارتفاع السكر في الدم وبالإضافة إلى نقص البوتاسيوم حيؤدي إلى عجز قدر البنكرياس عن إفراز ما يكفي من الإنسولين ويؤدي إلى ضعفه أضف إلى ذلك احتباس السوائل في الأنسجة البعيدة بسبب نقص البوتاسيوم المسؤول عن عملية تنظيم هذه السوائل احتباس السوائل يعني زيادة بالوزن غير مبررة بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم البوتاسيوم مسؤول عن عملية تنظيم العضلات المنساء بشكل عام وعضلت بالإضافة إلى عضلة القلب تسارف عضلة القلب وتشنج في عضلات الأقدام والأرجل بالإضافة إلى تصلب في الشرايين أو زيادة تشنجها الإشي اللي بزيد من حالات الصداع عن هدول الناس لما الشخص يصير عنده نقص في البوتاسيوم بصير عنده أرق وتوتر غير معروف السبب بالإضافة إلى ضيق نفس في الحالات الشديدة جدا واللي وقتها لازم تراجع طبيبك حتى تعرف ما هو السبب وهو مصلنا إلى أهم من حلقتنا لليوم وهي ما هي أهم الأطعمة اللي بنستهلكها بشكل عام في حياتنا اليومية والغنية بالبوتاسيوم واللي ضرورة نركز عليها إذا كان عندنا نقص في البوتاسيوم وأعراضه أول هذه الأطعمة اللي ممكن يستخدمها الناس بمارس الرياضة واللي ما عندهم سكر ومقاومة إنسولين هل وهي التمر التمر من أهم الأطعمة أو الفواكن اللي يمكن استهلاكها بسهولة أثناء التمرين الرياضي فسهل تأخذها من الجيب وتأخذها بتحتوي على 15 جرام من الكربوهايدرات التمر الواحدة بتحتوي على 46 ميلي جرام من البوتاسيوم واللي بيجعلها ممتازة جدا إذا أخذناها كل 40 دقيقة أو 30 دقيقة أن نعوض قيمة البوتاسيوم اللي منفقدها أثناء عملية التعرق فالثلاث تمرات بتحتوي على بوتاسيوم ما يكافئ كمية التعرق اللي بيصير أثناء ساعتين من التمرين إذا أخذنا الثلاث تمرات خلال هذا التمرين والهمية إلى 150 ميلي جرام من البوتاسيوم نفقدها أثناء التعرق أما الطعام الثاني اللي مستهلكه في حياتنا اليومية والغني بالبوتاسيوم هو البيض بالإضافة إلى الطحينة أو الراسي البيض من أهم البروتينات اللي ممكن نستخدمها في حياتنا اليومية وهو أفضل أنواع البروتينات على الإطلاق البيضة الواحدة هي يبارة عن مكمل غذائي فيها فيتامينات ومعادن بشكل عام بالمطلق كل الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الدهون الصحية والبروتين تحتوي البيضة الواحدة على 62 أو 63 ميلي جرام من البوتاسيوم في البيضة الواحدة وهي تكافئ المعلقة الواحدة من الطعام أو 28 جرام من الطحينة بمحتواها من البوتاسيوم أما الطعام الثالث فهو أكيد عصير الكرفس والمشروب الأخضر تعرف أن الكرفس من مهم المصادر للبوتاسيوم تأخذها في حياتك اليومية إن كان متوفر في منطقتك وهي متوفرة في منطقتنا العربية القرود الواحد من الكرفس يحتوي على 104 ميلي جرام من البوتاسيوم وإذا أنت جبت هذه الكمية نفسها تقريباً موجودة في الليمون الواحدة وفي كوب النعنع الطازج الواحد يعني إذا أجيت أنت عملت عصير أخضر في شوية مي بالإضافة لليمونة وعود الكرفس بالإضافة لكمشة نعنع أنت فعلياً عملت كوب يحتوي على 300 ميلي جرام من البوتاسيوم الخالي من السعرات تقريباً وقبل ما ننتقل على النقطة الخامسة ما منقدر نتجاوز الرابعة واللي بتحكي عن ملكة الفواكه أو ملكة الخضار البندورة البندورة من المصادر الغنية جداً في البوتاسيوم وكذلك البامية والبادنجان البادنجان تقريباً كلهم هذول بيحتوي على نفس كمية البوتاسيوم في 100 جرام الواحد فبإماك تعرف أنه حبة الطماطم الواحدة بتحتوي المتوسطة الحجم تحتوي تقريباً على 300 ميلي جرام من البوتاسيوم وكذلك المئة جرام من البامية حبة البادنجان بتحتوي تقريباً عم 220 ميلي جرام من البوتاسيوم خلطهم مع بعض في الطبيق بيعطي نكهة خرافية بالإضافة لك أطنان من البوتاسيوم اللي بتيجيك أثناء مذاق لذيذ الموز والخيار كلاهما هم النقطة الخامسة لمصادر البوتاسيوم العالية اللي ممكن تستهلكها يوميا الموز هو الخيار المفضل للدراجين لما بيكونوا في السباقات لأنه بيعطي قوة انفجارية بسبب السكر سريع الامتصاص الموجود فيه سكر سريع الامتصاص لكن بيعطي طاقة ونشاط ولا يعطي العطش ما بسبب العطش بسبب وجود كميات ضخمة من الماء فالموز الواحدة تحتوي على 75 ملي جرام أو ملي عفوا من السوائل من الماء بالإضافة لكمية ضخمة من البوتاسيوم المنشطة أثناء السباق تحتوي الموز الواحدة على 422 ملي جرام من البوتاسيوم أما الاخيار فهو بيحتوي على كميات أضخم من الماء فالثلاث خيارات تحتوي على كوب كامل من الماء 240 مل من الماء موجود في الثلاث خيارات ونفس كميات البوتاسيوم الموجودة في الموز الواحدة يعني 420 أما إذا بنتكلم عن السكر فهو صديق المرضى السكري لأنه ما بيحتوي على أكثر من 5 ميلي جرام منس نشويات نصفهم من الأليار لكن ما هو السبب الأساسي لنقص البوتاسيوم عندك بالجسم؟ أول هذه الأسباب هو بشكل عام نقص استهلاكك لمصادر البوتاسيوم يعني إذا أنت من الناس لطبيعة أكلك معظم فاست فود ومعلبات فالسوديوم اللي بتستهلكه يوميا هو من أهم أسباب طرحك للبوتاسيوم اللي بتستهلكه إن وجد أساسا لأن المعلبات تفتقر للبوتاسيوم لكن إذا أنت من الناس اللي بتاكل كويس لكن صار عندك تعرق شديد بسبب الحرارة والشفاف أو صار عندك إسهال بسبب تسمم غذائي أو بسبب البرض فإسهال بسبب فقد السوائل وإذا ما عوضتها بسوائل أو مياه بتحتوي على البوتاسيوم من خلال المكملات أو من خلال طعامك فهذا بيؤدي لنقص البوتاسيوم عندك إذا أنت من الناس اللي بتستهلك الشاي والقهوة بكثرة أو أنت من الجماعة اللي إشرب مي لما تشبع بكميات كبيرة مبالغ فيها فكثرة شربك للماء يعني 9 أكواب في اليوم ويوم 10 أكواب في اليوم بالإضافة للقهوة والشاي بيؤدي لتكثرة ذهابك للحمام نعم ذهابك للحمام بيفقدك بوتاسيوم كل مرة بتروح فيها على الحمام ولأنك بتعوضه بالماء خالي البوتاسيوم فالنتيجة حيصير عندك نقص في الطاقة ونقص في البوتاسيوم وارتفاع في ضغط الدم وبتلاحظه بعطشك المستمر هذا اللي بيصير أضف إلى ذلك مرض السكري فمرض السكري بيزبب زيادة في السكر في الدم وبالتالي زيادة التبول زيادة العطش وبالتالي كثرة شرب الماء النتيجة المحصلة بالأخيرة إنه بيصير فيه عندك نقص في البوتاسيوم أما النقطة السادسة فهي مصادر البوتاسيوم من اللحوم والمصادر الحيوانية لتعد قيمتها جيدة جداً لما بنستهلكها بالكمية اللي بتكفي احتياجاتنا من البروتين فبيكفيك تعرف إنه صدر الدجاج الواحد بيحتوي على 385 ميلي جرام من البوتاسيوم وهو يكافئ نفس الكمية من البوتاسيوم لما بتستهلك 100 جرام فقط من لحم السلمون من سمك السلمون أضف إلى ذلك استهلاكك 130 جرام من اللحوم الحمراء بيعطيك نفس الكمية من البوتاسيوم يعني 385 ميلي جرام من البوتاسيوم تقريباً أما أعلاها على الإطلاق فهي سمك التونة واللي إذا أنت أخدته 100 جرام منه فقط بيحتوي على 550 ميلي جرام من البوتاسيوم وهون بنكون وصلنا للورقيات فالورقيات هي من المصادر الغنية بالبوتاسيوم قليلة السعرات والنشويات وكلما زادت خضرتها زادت محتواها من المغنيسيوم والبوتاسيوم إذا بدنشوف أعلى مصادر البوتاسيوم من الورقيات فبنقدر نحكي البوكبقدونس بالإضافة للسبانخ اللي كلاهما بيحتوي على تقريباً 550 ميلي جرام من البوتاسيوم في الميت جرام أو الثلاث أكواب لما بنستهلكها بينما إذا بنروح على الجرجير والبروكلي فكلاهما بيحتوي الميت جرام منه على 350 ميلي جرام من البوتاسيوم الخاص لأنه لونه فاتح أخضر فاتح فهو بيحتوي على كمية قليلة من البوتاسيوم لكنها جيدة بيحتوي على 200 ميلي جرام من البوتاسيوم أما النقطة الثامنة فهي أكيد ملك الخضار وملك خضار الدهون هو الأفوغادو الأفوغادو هو عبارة عن قنبلة من المغذيات وقنبلة بوتاسيوم على الأحد انشتواء هو والمغنيسيوم فبيحتوي حبة الأفوغادو المتوسطة إلى 700 ميلي جرام من البوتاسيوم وإذا كانت حجمها كبير ممكن توصل لألف ميلي جرام من البوتاسيوم في الحب الواحدة بالإضافة إلى كميات ضخمة للمغنيسيوم بتعرف أن محتوى الأفوغادو من البوتاسيوم يشكل 15% من احتياجك اليومي للبوتاسيوم واللي بوصل نفسه إلى 15% من احتياجك اليومي للمغنيسيوم أما النقطة التاسعة وقبل الأخيرة فهي مصدر غني جدا للبوتاسيوم صار نحكي بعدد بالآلاف هم نحكي عن المكسرات المكسرات تحتوي على كميات ضخمة من البوتاسيوم فبيكفيك تعرف أنه كمشة المكسرات المشكلة بغض النظر على نوعها بتحتوي على تقريبا 630 ميلي جرام من البوتاسيوم يعد الفستق الحلبي من أعلاها فبيحتوي الـ 100 جرام الواحد منه على 1025 ميلي جرام من البوتاسيوم بينما بيحتوي كل من البندق بالإضافة للكستنى على 700 ميلي جرام من البوتاسيوم للميت جرام الواحد الجوز عين الجمل بيحتوي تقريبا أو جوز اللي هو القلوب العين الجمل بيحتوي على تقريبا 440 ميلي جرام من البوتاسيوم وأخيرا أكيد البقوليات تعد البقوليات من أعلى مصادر الممكن تأخذ منها البوتاسيوم ويعد الفول مدمس من أعلاها فالميت جرام الواحد من الفول المدمس بيحتوي على 1400 ميلي جرام من البوتاسيوم بينما الفاصولية البيضة بتحتوي الكوب الواحد منها على 1000 ميلي جرام من البوتاسيوم إذا أنت من جماعة البليلة فالحمص بيحتوي على 800 ميلي جرام من البوتاسيوم وحتى 850 ميلي جرام بوتاسيوم شربة العدس 100 ميلي جرام 100 جرام من العدس بيحتوي على 400 ميلي جرام من البوتاسيوم وأما الحمص بطحينة اللي بنغمس فيه بيحتوي على 300 ميلي جرام من البوتاسيوم لما بناخده بهذه الطريقة وفي الختام شاركنا الأجر وكتبنا بالتعليقات هل أنت من الناس اللي بتعاني من أعراض نقص البوتاسيوم يعني عندك نبض في شحمة الأذن مثلا ولا بتدلع نقص البوتاسيوم وهل بتاخده من مصادر الطبيعية بشكل عام ولا فقط من الموز هو مصدر البوتاسيوم عندك كتب بالتعليقات وشاركنا الأجر بنهاية حلقتنا اليوم إذا شفت المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره ما تبخل على حالك بالانضمام للقناة وتكبس إشارة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إليك أكيد ما تبخل علينا باللايك لأنه إحنا بتشجيعك بنستمر ودعوك تنضم العلم الرائع بالفيسبوك عالم سمارس كيتو أنت فاستين بلانت وبتقدر تتابعني على باقية وسائل التواصل الاجتماعي إنستغرام و سنابشات و تويتر و تيك توك وكل ما في الحلقة من معلومات و مصادر موجودة في المقالة المثبتة بالتعليقات و موجودة في صندوق الوصف و أخيرا إذا بدك معلومات إضافية عن كيفية رفع المغنيسيوم الناقص عندك في الدم و الجسم يكبس على الحلقة اللي هون خصوصا إذا عندك شد عضلي ببطت رجلك أثناء النوم بشوفكم الحلقات القادمة و بأمان الله مع السلامة باي